السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا هلا حابين نتكلم معاكم في نقطة مختصرة خاصة بعمليات الرافع اللي بيتم لقيمنا عندنا في المواقع انشاءال مختلفة ودي خاصة عندنا في ارض الواقع عندنا كرين كراور كرين 650 طن جايبين عشان صبورت للهرسج عندنا في المواقع بتاعنا هيفع كيسينج تريباً 43 طن تمام الفكرة كلها ان عمليات الرافع لها مخاطر متعددة من احد المخاطر الرئاسية الموجودة في النقطة دي هي انهيار التربة تحت الكرين طبعاً انهيار او انخفاض التربة تحت الكرين يؤدي ليه اه عدم انتزان جولش وممكن انقلابه اسناء عملية الرافع لها تمام طيب انا الفكرة كلها ان انا عايز اتأكد ان القاربة تحت الكرين تقدم تصبرت للكريم واللود اللي هو شايلو وده اللي احنا طلبناه من الشركة اللي بتنفذ الشغلانة دي فعملي الراجل راح جاب شركة اختبار التربة وعمل اختبار للتربة بتاعتنا وطلعت للربورت بتاعنا زي ما احنا شايفين وفي الطريقة دي اللي همني في الرابورت في النهاية هي القوة الضغطة للتربة اللي الربورت دة بيوضح لي القوة الضغطة اللي تحت bt العلح بقى هي الشغل pes حوالي خمسة واربعين ونص نيوتن وداقة الشغل هذا اللي هي صنع من كل ميلي متر مربع 45 نيوترين تمام؟ دي من القوة الضغطة للطربة بتاعتنا طيب اشاهد من الكلام ده ان انا عايز اجيب بقى ما يفزله الكرين الكرين ده عبارة عن قوة الوزن بتاعه والتقل بقى بالكوانتر ويد بالسوبر ليفت لانه 650 تن تمام؟ واقسر لود هيتحمله او اقسر لود هيفعه فالوقت ده بحوله لقوة تمام؟ القوة دي انا لازم احولها لضغط عشان اقارن بالضغط اللي هيبزله الكرين ده بالضغط اللي هيتبزله من التربة بتاعتي اللي طلع من خلال الاختبار بتاعي تمام كده؟ طيب انا عمل الكلام ده ازاي؟ انا عدل معادلة عامة بتقول لي اني بي سوي اف على ايه؟ او الضغط بيسوي الكوة على المساحة المساحة اللي هي تحت الكرين تمام؟ عشان كده انا باستخدم ماتس او بادات ان انا بطوالي معنى صح حشان اوزع الضغط اللي هو او القوة الناتجأ عن التربة ديت تمام؟ انا دلوقتي هميني احاول القوة ديت لي وزنه او قيمه تمام؟ فالقوة عندنا عبارة عن وزن الكرين بالتاقل بتاعه بالسي جي بكل بالتاقل بتاعه بالسوبر ليفت بكل حاجة من ديه بلاص لللود اللي هيقدر يتحمله في الوضع ده تمام؟ ويبقسمه على المساحة اللي عندي اللي هي مساحة البادات البادات دايما موجودة عندي في ارض الواقع بتاعي او التبالي موجودة فبقسم ده على ده يبديني الكوة الضغطة طب انا هطبق القانون ده ازاي في ارض الواقع بروح لاي او نقطة ارشادية عندي زي موضوع او النقطة ديت بيقول لي ان الضغط اللي هيجزله الكرين هيساوي خمسة وستين في المية من القوة الكلية او الوزن الكل مقسوم على المساحة بتاعت البادة الوحدة اللي موجودة عندي مش معنى خمسة وستين فيه وكان ده كله ده قانون ارشادي او نقطة ارشادية موجودة في الاسرائيلان بيقول تمام؟ بعد ما يجيب الوزن بتاع الكرين واجمعه على الوزن بتاع الطرد بتاعي وعلى الوزن بتاع كوانترويت وعلى الوزن بتاع السوبر ليفت كل ده قاسيمه على وضربه في خمسة وستين في المية وقاسيمه على المساحة هيدي له كيمة وليكن اكس الاكس دي او كيمة دي لازم تكون اقل من مين من القيمة اللي طلعه في التست ريبورت او السويل تست ريبورت من اختبار الطربة بتاعتي ده معناها ايه؟ معناها ان قدرة الطربة تقدر تتحمل القدرة او الضغط اللي ناتج من الكرين على الارضية دي وبالتالي مش هتنهار فعشان كده انا لما يجي لشركة او يجي لرفع حركة واضي بتاعي لازم اتاكد ان الطربة بتاعتي تقدر تتحمل مين القدرة او الكرين الموجودة عندي باللود بتاعي والحاجة اللي كلها عشان الطربة ما ننهارش وعدم الاتزام يحصل وبعد كده ينهار يحصل ايه؟ الفشل او دامج او قوة للطرد